خليني يقولكم النهاردة وإحنا نتكلم عن مظاهر العيد وعودة للإحتفال ومظاهر الاحتفاء بالعيد البقم الثاني لازم تراجع إنسانيتك لو ما بتفرحش لما تشوف ناس فرحانة لازم تراجع سلامتك النفسية وتقعد مع دكتور نفسي كده لو أنت متضايق جدا وانت شايف الناس مبسوطة وموجودة في الشوارع ومظاهر الصلاة والعبادة والناس موجودة في ساحات بتصلي وتفرح لازم تراجع كمان إنسانيتك لو أنت بتستخدم المشاهد دي لتأويلات سياسية وتحاول تركب على مشهد حتى هو مشهد إنساني بالأساس هو مشهد عفوي بالأساس كل الحاجات دي أعتقد إنها فيها قدر كبير من السلامة النفسية عشان كده إحنا دايما لما نقعد نقول كده بصوا في الغرب بيعملوا إيه ساعات إحنا نقول بصوا بيعملوا إيه ننبسط نقلدهم وساعات نبقى مش قادرين نقلدهم الحقيقة واحدة من الحاجات اللي بحس إنها فيها قدر كبير من التحضر والإنسانية هي فكرة استضافة الموصلين في سابقة تعد الأولى من نوعها استضاف ملعب بلاكبيرن الإنجليزي شعائر صلاة عيد الفطر على أرضية ملعبه اللي يكون النادي الأول في إنجلترا اللي بيستضيف صلاة العيد للمسلمي بداخل ملعبه في إنجلترا طبعا إحنا ده البوست من الصفحة الرسمية لنادي بلاكبيرن اللي كتب على موقع تويتر وقال إنه ده مقطع فيديو للمصالين أثناء الصلاة التي قيمت صباح اليوم بلاكبيرن قال كده وبصوا في صورة القصة ببساطة إنه بالتأكيد في أعداد كبيرة من المسلمين في هذه المنطقة وبالتأكيد الإدارة القائمة على نادي ما شافتش أي مشكلة أو أي ضرر إن الناس تستخدم الملعب كساحة أصلاحنا هنا في مصر عندنا أماكن كتير بتبقى ساحات وعندنا مساحات كبيرة من دور العبادة اللي فيها مساحات كبيرة المنظر لطيف وجميل وسابقة تقول لنا إذا كان هذا هو استقبال العالم لمظاهر البهجة والاحتفاء بالعيد ما ينفعش بقى حد عندنا هنا ييجي يستخدم هذه الصور لأسباب سياسية زي ما بقول حضر